اشتركوا في القناة انا ارى ان المرأة بصفة خاصة اخذت مساحة طيبة جدا من حقوقها المهضومة بالقياس الى الدستير السابقة لان كما يقال بضدها تتميز الاشياء فالمرأة لها المشاركة في الشأن العام المرأة لها الايجابية والفاعلية ان شاء الله تعالى لا تمايز ولا عنف ولا اضطهاد ضد المرأة وايضا هذا ينبع من الاسلام نفسه ومن المسيحية كذلك لان الشرائع السماوية كلها بتدعو الى احترام الانسان كانسان حينما نقرأ نحن كتاب الله عز وجل ولقد كرمنا بني آدم الله لم يذكر نوعا بعينه لم يقل الذكر او الانسة او المسلم او المسيحي لا القرآن الكريم اطلق وعمم ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلة والنبي محمد صلى الله عليه وسلم قال النساء شقائخ الرجال لم يقل الاسلام ان المرأة درجة ثانية او درجة متدنية فمن هنا ارى بفاعلية وبدون مجاملة ان المرأة حصلت على مساحة كبيرة جدا لم تعهد في هذا الدستور وان شاء الله لو بقيت اشياء طفيفة جدا لكن لا تؤثر في فاعلية هذا الدستور واجابية هذا الدستور وشمولية وواقعية وموضوعية هذا الدستور وانا ادعوها ايا كانت ان تصود بالاجابية بنعم للاستقرار وانها تنتقي جيدا في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية ولا تجعل الغير يقودها انا الاول للمرأة المصرية ان تعتز بانوستها وبعقلها وبمداركها وبشخصيتها وان تكون هي صاحبة القرار لمزيد من الاستقرار لخير البلاد لمصر المحروصة الغالية التي نقول ستعود شمسك الذهب يا مصر ان شاء الله تعالى بامن وامان وسلم وسلام وبوحدة وطنية بين مسلميك وماسحيك لمزيد من التقدم والاستقرار ولمزيد من الازدهار سلام على شعب مصر كما قال السيد المسيح عليه السلام مبارك شعب مصر وكما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم استوصوا بأخباط مصر خيرا فإنهم لكم عدة وبلاغ إلى عدوكم واتخذوا منهم جندا كثيفا فإنهم خير أجناد الأرض